بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحب بكم عزيزي الطلاب فصل الخامس المتعلق بعمليات العقلية المتصلة بالتعلم وده من أهم الفصول الموجودة في مقرر مع علم النفس التربة تعالوا نشوف المحاضرة الأولى اللي بتكلم إيه هي العوامل المؤثرة في التعلم أو المتصلة بها عندنا في أربع عمليات عقلية متصلة بالتعلم هنتناول عملية الإحساس ثم الانتباه ثم الإدراك ثم التذكر خلينا نبدأ محاضرتنا اليوم عن الإحساس والانتباه إيه هو الإحساس؟ هو استخدام الحواس الخارجية في رصد الظواهر من حولنا حاسة البصر حاسة السمع حاسة الشم حاسة اللمس استخدام هذه الحواس في التعلم دي بنسميها إحدى العمليات التي تؤثر على التعلم ثم هو خصائص الإحساس الإحساس يحدث نتيجة تأثير مؤثرات خارجية على الحاسة المستقبل أنا بعناي بشوف من حولي أشياء فهذه الحاسة اللي هي حاسة البصر تستطيع أن هي تتأثر بالمثيرات من حولها حاسة السمع حاسة الشم حاسة اللمس وكذا أيضاً عملية الإحساس بتعتمد على كفاءة الحواس لو أنا عندي الرؤية أو الإبصار ضعيف من شاء الله أنا أستطيع أن أرصد المثيرات المتعلقة بالرؤية من حولي لو عندي حاسة السمع ضعيفة الأذن وكذا فإذاً لابد أن يكون هناك كفاءة لهذه الحواس ما ليه هو الانتباه؟ الانتباه أن أنا أركز العقل حول موضوع معي اللي هو إعطاء اهتمام حول موضوع معي ممكن أن يحصل صوت عالي هذا الصوت العالي يعتبر مثير بالنسبة لحاسة السمع لكن إذا أعطت له اهتمام وركزت مع الصوت العالي بدأ يسمه انتباه إذا لم أعطي له تركيز عالي يبقى اكتفيت بمرحلة الإحساس دون أن أتطرق إلى الانتباه إذا الانتباه هو تركيز العقل والشعور بموضوع معي طيب إيه هم أنواع الانتباه؟ الانتباه ممكن يكون قصري يعني بالإجبار إن أنا أسمع صوت شديد زي الانتباه إلى صوت طالقة رصاص أو إلى يعني انفجار في كفرات سيارة ولا شيء ده غصب عني بنسميه انتباه قصري أو الانتباه انتقائي إن الإنسان بينتباه الأشياء اللي بيميل إليه ما يكون واحد جعان تلاقيه وهو ماشي في الطريق كل انتباهه حول المطاعم وحول الأماكن اللي فيها طعام يبقى هنا بيهتم أو يميل إلى الأشياء اللي هو يعني بيحصل لها انتباه انتقائي وفيه انتباه إراضي اللي هو بيكتضي من الشخص أن يبدل جهد زي مثلا إنه يجي المحاضر يقول له ركزه معايا فهنا اسمه انتباه إراضي يعني بإراضته بينتبه لأنه عايز يستمع إلى محاضرة أو إلى نوع معيم من الموضوع بكده بنتهينا من موضوعنا اليوم اللي هو الانتباه والإحساس وأنواع الانتباه المختلفة أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته